تعالوا نشوف مع بعض أهداف المباراة ونعلق عليها الأهداف المباراة الهداف الحلوة اللي افتتحها لعب النادي الأهلي عبد الرحمن مانو اللي قدر يفتتح التسجيل للنادي الأهلي من متابعة جيدة ده الهدف الأول للنادي الأهلي كرة هنا كانت كرة مع مدرين فيوتشر وقدر لعب النادي الأهلي يقطع الكرة ويعمل الضغط في وسط الملعب استخلاص هنا جيد على الكرة طبعا وكمل التكملة هنا عبد الرحمن مانو التحرك برجل الشمال هو لعيب بلعب برجلين يمين والشمال عبد الرحمن مانو واحد من اللعبة المميزة ومن إضافات اللي جابها النادي لها المنادي دجلة لقطاع النشيب النادي لها افتكروا الاسم ده عبد الرحمن مانو واحد من الوجوء واللعبين المميزين هدف من الهدف الحلوة فيها التحرك فيها السرعة فيها أن أنا بلعب برجل الشمال ولحظة خروج حرس المرمى بقدر أسجل برجل الشمال وطبعاً دي هنا احتفالات حلوة من لعبي فريق 2008 الهدف ده الهدف مرة تانية لحظة خروج حرس المرمى وهنا محضر نفسه بسرعة وبقدر يشوت بشماله الهدف التاني كان اللاعب ياسين ياسر وهنا ميزة ضربات الرأس احنا جبنا هدف ل2007 من ضربة رأس وهنا هدفين لفريق 2008 من ضربات الرأس الكرات العرضية ومهم جداً دايماً الفرق الكبيرة الحلول عندها بتكون منها على أطراف لازم عندك لعبين يجيدوا ضربات الرأس عملها ياسين ياسر في الهدف التاني للنادل أهلي هدف من الهدف الحلو الهدف التالت بقى الهدف يعني اللي أكمل الثلاثية للنادل أهلي اللعب حمزة الدجوي واحد من المدافعين المميزين رقم 4 ده وأيضاً برضو بيحتفل بطريقته وكل اللعيبة بتروح له نتمنى لهم إن شاء الله كل التوفيق فريق 2008 خلال فترة اللي جاية في المباريات في دوري الجمهورية